شخصت لجنة الكهرباء في البرلمان العراقي وجود تراجع كبير في تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير أعضاء في اللجنة ذكروا أن تراجعا واضحا في تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي يتزامن مع دخول الصيف ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وهذا على عكس ما وعدت به وزارة الكهرباء الشعب العراقي وأشار إلى أن لجنة الكهرباء البرلمانية تتلقى شكاوى كثيرة بسبب تراجع تجهيز الكهرباء في بغداد والمحافظات الأخرى وسيكون لها حراك لاستضافة وزير الكهرباء لمعرفة أسباب هذا التراجع في التجهيز رغم وعوده بأن يكون هذا الصيف أفضل من الصيف الماضي وكان وزير الكهرباء زياد فاضل أعلن في وقت سابق الاستنفار التام للوزارة وملاكاتها لحين انتهاء الصيف الحالي موسيقى